سلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن برحب بكل متابع القناة النهاردة هنشوف تطبيق حلوة قوي لوردة سهلة وبسيطة الحقيقة من اسرع الباترونات اللي تقدري تشتغليها اه وتزيني بيها القطع بتاعتك اه وقريدي على القناة اشتغلنا مع بعض مجموعة متنوعة اه من اه الاكسسور اللي ممكن تزيني بيه اه مشغولاتك اه بالاشكال اللي احنا شايفينها فاذا ما شفتاش معي او بتتبعيني لاول مرة هسيبلك اللينك الرئيسي اسفل الفيديو في الدسكريبشن بوكس تقدري دخولي على الصفحة الرئيسية واتبع معانا كل المجهولات اه يلا بينا دلوقتي نشوف الادوات وطريقة التطبيق مع بعض الادوات اللي هستخدمها هستخدم اي خيوط متوفرة عندي طبعا بالالوان اللي تحبيها هشتغل بابرة رقم اربعة مليمتر هحتاج لابرة التنظيف والمقص هبتدي اعملها هعمل حلقة البداية اخد حلقة اثنين بشكل دا كده واسحة بطرف الخيط اتكونت عندي حلقة البداية هرتفع اه بسلسلة عادية اه لحد ما وصل لي سبعين سلسلة يبقى هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تبقى سبعين سلسلة زي ما احنا شايفين كده هاجي من على البداية من مكان منا موجودة هعد واحد اتنين تلاتة وفي رابع جرزة الف الابرة وهدخل اشتغل غرزة عمود بلاب اللي هو تلات حلقات وبخرج منه من حلقتين فحلقتين بالشكل دا كده وبعدين هاخد سلسلة فراغ افوض غرزة على السطر وفي الغرزة اللي بعدها على طول هلب في الابرة واشتغل من نفس العمود اسحب الخيط واشتغل العمود حلقتين فحلقتين سلسلة افوض غرزة وفي الغرزة اللي بعدها باشتغل كمان عمود وهكرر والحد نهاية السطر وصلت على النهاية ودي اخر غرزة معي بالشكل دا كده في نهاية السطر هرتفع سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ولف الشغل بتاعي بالشكل دا كده وعلى اول فراغ هيقابلني هدخل اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو بسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها بالشكل دا كده وهقرر سبع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهروح على الفراغ اللي جاي على طول ادخل اسحب الخيط ومعي حلقتين هخرج سبع سلاسل بالشكل دا كده وبعضين على الفراغ اللي هيقابلني على طول باشتغل غرزة حشو وهكرر على مدار السطر كله باشتغل سبع سلاسل وعلى كل فراغ هيقابلني اشتغل غرزة حشو ولحد نهاية السطر تعالى نهاية السطر في النهاية برضو بارتفع سبع سلاسل وفي اخر فراغ شايفين اللي ما بين سلاسل الارتفاع والعمود الاول هدخل اشتغل اخر جرزة حشو بالشكل دا كده وبعضين هشتغل كمان جرزة للتأمين جرزة حشو ايضا واخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط بس هرفعه واسيب مساحة منه لان الخيط دا هقفل منه الوردة بالشكل دا كده وهقص ثم الخيط اللي فصلناه بابرة التنظيف عشان نجمع الوردة بنجي من الاتجاه التاني اللي هو اتجاه البداية وعلى اصبعنا شايفين هبتدي ألف الوردة علشان تبقى ليرزة على بعض بالشكل دا كده بتلف فيها فقط داير ميدور وبعد ما بتنتهي من كامل الدوران بنقلبها وبنفس الخيط اللي موجود في ابرة التنظيف اللي هو خيط النهاية هنبتدي نجمع كل الليرز دي مع بعض او كل الطبقات شايفة هدخل بالابرة أحاول اخد كل طبقات الوردة طبعا من نفس اللون فمش هيبين بالشكل دا كده وها خيط شوية رايح جاي أحاول اخيطها من كل الجوانب بحيث آآ انه كل الطبقات تكون آآ متمسكة مع بعض وبعدين هافصل الخيد بتاعي بالشكل دا كده بوتي البتلات بتاعتها بالشكل دا كده داير ميدور وزي ما انت شايفة قد ايه آآ وردة سريعة جدا وشكلها بيبقى حلوة قوي ومجسمة آآ أتمنى تكون حلقة النهاردة آآ كانت مفيدة وعجبتكم آآ ياريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك واذا بتتبعوني او بتشاركوني لاول مرة وحبين تكونوا معاي على القناة ما تنسوش تعملولي آآ سبسكرايب او اشتراك اشان شوفوا كل جديدي على قناة كولكشن آآ وفعلوا شرط الجرس يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة